موسيقى من نيجيريا إلى ليبيا الإرهاب يحاول إيجاد طربة خصبة للتطرف والتشدد وفي واشنطن سؤال عن هل ستكون الأجندة الإفريقية في صدارة اهتمامات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نتابع حكاية ميلا ظهيرة يوم إفريقي قائد آخر وفي ظل ظروف حياتية قاسية ترقص هذه الجدة وهي تحمل حفيدها فرحتها لا تصف بعودة ابنتها رغم أنها استمعت إلى مأساة صغيرتها وكيف تعرضت لاختصاب متكرر من ذئاب إرهاب بوكو حران أنا سعيدة سعيدة للغاية وممتنة كذلك حين رأيت أمي لم أصدق الأمر فأنا لم أشاهد عائلتي لسنوات هنا يحاول هؤلاء التغلب على فوضى مأساوية طابعها البؤس والحزن وشاهد على عجز البسطة على تدبير شؤونهم الحياتية خصوصا حين يتعاهد الإرهاب شبابهم قتلا وتطرفا وفتياتهم الصغيرات اختصابا واسترقاقا تخشى ميلا وفتيات إفريقيا أن يلقى رضيعها مصيرها ولكن خشيتها الأكبر من صورة نمطية أبقت بؤر إفريقيا الأكثر عرضة للإفطهات على وجه الأرض خارج مدارات الاهتمام في سباق انتخابات الولايات المتحدة وبل حتى من جيرانها الأقربين عربيا فهل يصيغ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لهذه الحكايات الأليمة نهايات سعيدة ومن لندن ينضم إلينا دكتور أحمد حسين آدم الباحث الزائر بمعهد التنمية الأفريقية بجامعة كورنيل الأمريكية أهلا وسهلا بك دكتور أحمد الإدارة الأمريكية الحالية تحت رئاسة باراك أوباما وما تعرضت لانتقادات حيال تعاطيها مع ملفات أفريقية توصف بأنها منسية مثل الأزمة في دارفور والصومال برأيكم هل تتوقع تحولا في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب؟ نعم أتفق معك تماما أنهم قد انتقدوها في ملفها الأفريقي وأنا قد كتبت مقالا قبل هذا عن هذا الموضوع قلت أن إدارة أوباما لم تتجه إلى أفريقيا إلا في أيامها أو سنواتها وشهورها الأخيرة فهي قد حاولت أن تبني لها إرسا في قضايا أخرى مثل قضية الشرق الأوسط وقضية الملف النووي الإيراني ولكن بالحديث عن الإدارة الحالية إدارة ترامب الرئيس المنتخب الجديد الأمريكي حتى الآن من الصعب جدا التكهن بما يمكن أن تفعله وهل ستكون أفريقيا من أولوياتها أو هل تكون الأزمات الكبيرة الآن موجودة في أفريقيا إذا كانت في السودان في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة أو حتى في جنوب السودان ستكون من أولوياتها من الصعب جدا التكهن بذلك خاصة أنكم تعلمون حتى الآن الإدارة الأمريكية لم تنتهي أو تنجز التعيينات الخاصة بالمناصب الأساسية أو الرئيسية مثل وزارة الخارجية وما إلى ذلك ولا نعرف أنه سيأتي رومني إلى هذه الوزارة أم سيأتي المايور الأخير أو المايور السابق لنيورك الذي هو أحد هؤلاء نحن لا ندري حتى الآن ماذا سيكون ولكن المهم أن هناك بعض الإشارات الأساسية التي يمكن أن تعطينا بعض الفرصة للتكهن مثلا هذه الإدارة تتحدث بصورة واضحة جدا أنها ضد الإسلام السياسي وما إلى ذلك وهذه المسألة بصورة أو بأخرى ترتبط بالنظام الموجود في السودان وهناك كذلك مؤشر واضح جدا أنها كذلك ضد الهجرة فهل أنها ضد الهجرة أو لعدم رغبتها في التعامل مع المهاجرين هل هذا سيساعدها أو سيدفعها في الحقيقة إلى حل الأزمات في أفريقيا حتى لا تدفق المهاجرين إلى حلفائها في أوروبا أو حتى إلى أمريكا هذه أسئلة أساسية ولكن كما قلت ينبغي أن ننتظر حتى نرى من سيكون وزيرة الخارجية من سيكون في مناصب متعددة حتى يمكننا التكهون بما يمكن أن تفضي إليه السياسة الأمريكية الجديدة في أفريقيا أو تجاه السودان أو جنوب السودان نعم ولكن ربما دكتور أحمد بالرغم من صعوبة التكهون هذه البعض يرى أن موضوع مثل الإرهاب وتصاعد الإطرابات الأمنية تبقى قاسما مشتركا في الاهتمامات أيا كانت التوجهات هل تشاطر هذا الرأي؟ نعم لكن أنت كما تعلم حتى أثناء الحمد الانتخابية من المرشحين في ذلك الوقت من كلينتون أو حتى من ترامب لم يتحدثان أفريقيا بصورة كبيرة أو أفريقيا لم تقفز إلى أولويات حديثهما حتى أثناء المناظرات الرئاسية مثل القضايا الأفريقية أو حتى قضايا السودان وما إلى ذلك ولكن قفز قضايا أخرى صحيح مثل قضية الإرهاب مثل القضية السورية أو القضية اليمنية أو القضية حتى الفلسطينية الإسرائيلية أو العلاقات السودانية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قفز إلى كثير جدا حتى الحديث الذي دار أمس أنه سيريد أن يعين يعني زوج بنته ليكون مسؤولا على الملف هذا وما إلى ذلك هذا يعني يعطي مؤشر واضح جدا جدا كيف ستكون الأولويات من سوريا إلى الشرق الأوسط إلى هذه الملفات ولكن حتى الآن لا ندري ماذا ستكون أفريقيا ولكن من الإشارات الواضحة وممكن تكون النادرة جدا أحد المستشارين للرئيس ترامب والرئيس المنتخب ترامب وهو وليد فارس الأمريكي من أصل لبناني كان قد تحدث إلى بعض الناشطين السودانين وقال لهم أن هذه الإدارة ستتعامل بصورة جادة جدا إذا كان بملف البشيرة الخاص بلمحكمة الجناية الدولية أو إذا كان بملف الإرهاب لأنهم يصنفون الحكومة السودانية ضمن دائرة الإرهاب أو ضمن دائرة التنظيمات أو الحكومات التي تتبنى الإيدولوجية الإسلام السياسي طيب دكتور أحمد هل يعني هذا أن واشنطن يمكن أن تغفل ملفات حقوق الإنسان لصالح تعزيز الأمن وما هي في هذه الحالة الإنعكاسات إذن كما قلت صعب جدا أن نتكهم بهذه المسألة ولكن لأن هذه الإدارة كذلك هذا الرئيس لم يكن في أي منصب قبل هذا ولم يكن موجودا في العمل العام بأي حال من أعوال فنحن لا نعرف الإستايل أو منهجه في الحكم ومقارباته حصل في الحكم إلى ذلك وحتى المسؤولين الذين يتواجدون معه حتى الآن ولكن من المسائل أنا أفتكر أن الأساسية أن المجموعات الأخرى هناك بعض المجموعات مجموعات الضغط الأخرى ربما تدفع هذه الإدارة لتضع قضايا أفريقية أساسية في السوداء أو في جنوب السوداء من الأوليات مثلا الموضوعات اليمينة اللوبيهات اليمينية أو اللوبيهات الإرقية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي بالمناسبة التي صنعت وضغطت الإدارات المختلفة حتى تصنع إرس ملف الاتفاق السلام الشامل مثلا في جنوب السوداء وما إلى ذلك وحتى قضية دارفور. ربما تعود بالنشاط مرة أخرى. هذه المجموعات التي تقضي الإدارة الأمريكية الحالية لتجعل هذه الملفات أفريقيا أو اللزمات الموجودة في جنوب السودان أو في السودان في السلم أولوياتها. هذا يمكن أن يكون بصورة واضحة. ولكن صراحة هذا الرجل العمال الرئيس الجديد هو الرجل العمال. وما إلى ذلك. ربما ينتهي إلى بعض الاتفاقات هناك. أو الصفقات هناك. فنحن لا ندري ما إذا كان يضع قضايا حقوق الإنسان في أولوياته وما إلى ذلك. لأنه حتى الآن لم نرى ذلك بصورة واضحة جدا من خلال برنامجه الانتخابي. أو حتى من خلال خطبه المتعددة. ولكن كما قلت. هذه الإدارة منفتحة على كثير جدا من الأشياء. لأنه ليس لها برنامجا واضحا أو منهجا واضحا. وبالتالي يمكن لبعض الجماعات إذا قامت بنشاط كبير يمكن أن تؤثر فيها. وأنا أتحدث بصورة واضحة عن الجماعات الحقوقية والجماعات العمينية والجماعات العرقية التي تنشط لدفع القضايا الأخرى والجندات الحقوقية الموجودة في أفريقيا وفي غيرها. فيما يبدو دكتور أحمد أن الكونغرس ذي الغلبة الجمهورية. لديه أغلبية من الجمهوريين. الذي أفرزته انتخابات نوفمبر الأمريكية. سيمنح الرئيس المتخب دونالد ترامب وضعا أفضل في رسم السياسات. هل يمكن أن يغير هذا من تعاطيه مع القضايا الأكثر تأزوما دوليا؟ أكيد. طبعا. خاصة في ملفات موضوع الهجرة أو في ملفات أخرى. خاصة بالأزمة السورية. وأنا عرفت أن كثير جدا من المعارضين السوريين يتأملون خيرا بأن الإدارة الحالية. بالمناسبة هناك فرق في المنهج. منهج الحكم أو في فلسفة الحكم بين الجمهورين والديمقراطيين. الجمهورين دائما يميلون إلى المواجهة. بالذات في قضايا الأمن القومي وفي قضايا السياسة الخارجية. وأنا عالم الآن أن الحكومة السودانية وحكومات أخرى تخشى كثيرا جدا جدا من وصول ترامب إلى الحكم. ربما ذلك كذلك يفيد بصورة أخرى. ولكن رجوعا إلى الكونجرس الأمريكي. الآن هذا الرئيس لديه أغلبية. الحزب الجمهوري لديه أغلبية كبيرة في الكونجرس. وربما هذه المسألة تسهل له كثير جدا من الأمور. ولكن السؤال المحور الأساسي. هل ستكون أفريقيا ضمن أولويات ترامب أو إدارة ترامب؟ هذا هو السؤال الأساسي. إذا كانت من أولوياتي قطعا سيجد الدعم من الكونجرس. سيجد الدعم من مجموعات أخرى. ولكن الأمر مفتوح لك كثير جدا من الإحتمالات. خاصة إذا ما قامت هذه المجموعات الضغطة المختلفة التي تصعد من القضايا الأفريقية. وتصعد من أوضاع الإنسان. يمكن أن تجعل من هذه القضايا أولوية أساسية. ولكن السؤال كما قلت أن تكون هذه القضايا أولوية أساسية في إدارة ترامب أو الإدارة ترامب. من لندن دكتور أحمد حسين آدم. الباحث الزائر بمعهد التنمية الأفريقية بجامعة كورنل الأمريكية. شكرا جزيلا لك.